خلينا بنتكلم على جزئية ما حدث في حفل زفاف يعني كان موجود فيه نجمين كبار شيكابالا وأحمد فاهمي والكلام على أن كل واحد بيقدم رسالة سواء في الرياضة أو في الفن وبالتالي أنت تصرفاتك من خلال طبعا طواجدك في مكان عام ووجودك في مكان يعتبر الناس راح تنبسط والناس راح تتهني في هذا الفرح أو في هذا الاحتفال وبالتالي وجودك مهم جدا أنك بتحافظ على التصرفات أو الكلام يطلع بشكل مناسب إن كان ده أنا أهلاوي أنا زمالكاو وفي الآخر أنت عندك رسالة الكل هيمشي وراك بعدها وبالتالي شكابالا زمالكاو طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك أحمد فاهمي رجل ممثل ولكن أهلاوي وده عادي خلص أنا بشوف أننا لما أقول انتمائي ده شيء طبيعي وأننا أحب النادي بتاعي شوفنا نجوم كبار جدا ممثلين ومغنيين بيسندوا الأندية الكبار سواء أهلا وزمالك شوفنا نجم الكبير عادل الإمام طبعا نجم الكبير أهلاوي بشكل كبير ودائما كان بيبقى متواجد معنا وبنبقى متواجدين معاه شوفنا نجوم كبار زي الفنان هاني شاكر نجم زمالكاوك فنان محمد منير يعني كل واحد ولكن الأسلوب نفسه فيه أن أنا قلق الضوء أن أنا أهلاوي أو زمالكاوي هو ده النقطة بالتالي الاتنين كانوا بيسلموا على بعض بشكل طبيعي جدا ولكن الموضوع تحول فجأة إزاي يعني ما عرفش ولكن ما بعد كده أنا خلاص كان ممكن الموضوع يتلم فيه فكرة أن أنا بهزر معاك بتهزر معايا الأمور اختلفنا في رأي معين كان ممكن يتلم فيه جزئية وإحنا وقفين كده وفي الاحتفال لكن بعد كده الأمور طفقمت اللي أنا بقوله هو رسالة أنتو الاتنين بتقدموها طبعا شكبالة نجم كرة كبير وهو ده مجاله وهو راجل بيلعب نادي الزمالك فبالتالي لازم يدفع عنه سوز أحمد فاهمي راجل أهلاوي ولكن هو ممثل بعيد عن مجال كرة القدم فبالتالي لما هيتكلم مع نادي أو نجم نادي الزمالك لازم يبقى فيه حتة اللي أنا ببقى عارف هو يعني راجل بيلعب جوه النادي وما زال بيلعب لازم يبقى فيه حتة أن أنا أبقى خايف على المشاعر شوية ده يمكن وجهة نظري بالنسبة لهذا الموقف